لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد الملاحظ عندما يعود الرئيس بصفة عادية لا تكون بهذه الطريقة ينزل في مطار هواري بمدين الدولي يجد الصحافة في انتظاره على الأقل الصحافة الرسمية التلفزيون الجزائري ووكالة الأنباء الرسمية هي التي تقوم بتصويره وبعد ذلك عندما يلتقي مع المسؤولين تظهر عدة صور مختلفة لكن الملاحظ في عودة تبون وحط لعودة بين قوسين لأننا نحن في مرحلة التساؤل حول هذا الأمر أنه أولا لم يتم الإعلان عن عودته نزل بالطائرة الرئاسية في مطار بفريك العسكري من كان يستقبله مجموعة من الأشخاص تم اختيارهم بعناية رئيس مجلس الأمة بالنيابة رئيس المجلس الشعبي الوطني طبعا يتقدمهم الفريق السعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وأيضا الوزير الأول عبدالله عزيز جراد وبعض المسؤولين أو ربما المستشارين في رئيس الجمهور الصور التي تم التقاته لم تروّج صورة واحدة أخذت من كاميرات من زوايا معينة هذه نقطة الذين صوروه أو صور التي انتشرت كلها أخذت من التقرير الذي أعد للتلفزيون أمر آخر أن التقرير الذي أعد للتلفزيون لم يعده التلفزيون الجزائي العسكر وهم الذين صوروه هم الذين أعدوا التقرير هم الذين تعمدوا إظهار رجل الرئيس لو كانوا لا يريدون من ورائها بعض الرسائل ما أظهروها وخلي ما هو الأفضل أن نتساءل لماذا لم يظهر رجل الرئيس أو نتساءل لماذا رجل الرئيس مصاب هذه فيها شفات إما أنهم أرادوا توجيه رسالة من خلالها أو أنهم يدركون لجب أن يظهروا لأن الرئيس لن يستطيع الوقوف أو ربما يحضرون إلى السيناريو ما وهذا الذي يتماشى مع ما قلناه من قبل حول الاجتماعات التي كانت تناقش مرحلة ما بعد عبد المجيد تبقى وأمر آخر أننا تحدثنا أن ظهوره بتلك الطريقة عندما رفض الفيديو الذي تم تصويره أوروب للجزائر أن يبث من التلفزيون وعندما وصلت الرئيس معلومات أن عملية عزل وصلت مرحلة متقدمة جدا ظهر بتلك الطريقة وأجهضة كل السيناريو إذن التصوير لم يدخل لا مصور ولا أي شيء آخر ما عدا فيديو تم تصويره وتركيبه بعناية وشفت أن الرئيس تكلم كثير ولكن حذف الكثير من الكلام والأمر واضح هذا من جهة من جهة أخرى أن الرئيس منذ وصل إلى جزائر ظهر ثلاث مرات إلى حد هذا اليوم اليوم أول يوم من السنة الجديدة 2020 الساعة الآن العاشرة وتسعة وأربعين دقيقة حيث نقوم بتسجيل هذه الحلقة وبعد ذلك يتم تركيبها ومثل أنه لم يظهر إلا ثلاث مرات المرة الأولى في المطار وكان معه الفريق السعيد شنغريا المرة الثانية اجتماع مع الفريق السعيد شنغريا المرة الثالثة توقيع قانون المالية ومعه الفريق السعيد شنغريا ماذا يعني هذا الفريق السعيد شنغريا قلنا كم من مرة أنه قائد عملياتي ما يجب أن يكون دائما مرافق للرئيس الجمهورية رئيس الجمهورية عندما وقع قانون المالية فوقعه كرئيس للجمهورية وليس كوزير للدفاع القائد الأعلى القوات المسلح الذي ممكن أنه يحضر معه قادة القوات ويحضر معه رئيس الأركان ويحضر معه الأمير العام لوزارة الدفاع إذن الرئيس لا يظهر إلا ومعه السعيد شنغريا ماذا يعني هذا ألا تستطيعون إظهار الرئيس في وضعيات أخرى لهذه اللحظة الرئيس لم يقف على رجليه البعض يقول أنه يفكر برأسه ولا يفكر بقدمه معناه أن الرئيس تم استعادته من ألمانيا قبل أن يكمل علاجه التالي والسبب أن الرئيس يجب أن يوقع قانون المالية قانون المالية الذي وقع في آخر يوم من السنة وشفنا العام الماضي في 2019 وقعه عبد القادر بن صالح في 11-12 2019 بيوم واحد قبل الانتخابات الرئاسية وعتيت فرصة قبل 19 يوم من نهاية السنة ولكن في آخر لحظة وقانون المالية يجب أن يوقع وهم لم يتخذوا إجراءات الدستورية لا يمكن ستتوقف الدولة وستتوقف ميزانية الدولة إذن محتاجين أن الرئيس يرجع يرفع لهم هذا الحرج وهو توقيع قانون المالية الرئيس كما نعلم ملامح عادت مقارنة مع ظهوره في 13 ديسمبر وضعوا الصح على العموم لكنه لهذه اللحظة لا يقف على قدميه ولا يوجد أي توضيح من طرف الجهات الرسمية ما الذي أصابه في قدمه اليوم تحليلات طبية تقول أنه ممكن أنه كورونا تتسبب في هذا الأمر بسبب تخثر الدم ممكن أنه أجرى عملية جراحية القراءات كثيرة ولكن الجهات الرسمية أبقت على هذا الموضوع غامضا لماذا؟ لأنه لو تكشف حقيقته إما أنه وضعه سيء لا يمكن أن يقف على قدميه ويتم هنا التساؤلات عن تطبيق المادة الدستورية والدستور السابق وهم لا يريدون أن لا يمر هذا الدستور الدوائر الدولة العميقة في الجزائر لا تريد أنه هذا الدستور لا يمر هذا دستور الأقلية الأقليات فرضة على الجزائريين لا يريدون أن لا يمر إذن أرادوا أولا توقيع قانون المالية يجب أن يعود لا يمكن أن يوقعه في الخارج يعود بسر رسالة سرعة عدوه بسرعة وقع قانون المالية وقع الدستور إذن ما يريدون بسطه انتهى قانون المالية 2021 حتى نهاية السنة عندهم في يديهم عام الدستور خلاص تم تمريره تمريره رغم أنه سقط أخلاقيا وسياسيا قانونيا مر هذا الدستور حتى لو كان شاركة أقنية الأقنيات مشكلة الناس ما شاركتش وما راحتش رفضاته وما تحرصش على أصواتها حتى لا يطلها التزوير إذن من ناحية القانونية مر ولكن من ناحية الأخلاقية والناحية السياسية سقط وهذه سقطة ثانية تضاف الرئيس كما نعلم في انتخابة 12 ديسمبر شعبيته ضعيفة المشاركة أيضا لم تكن في المستوى الذي يجب الآن جاء المرحلة الثانية الدستور هو قضى على مشواره السياسي يبدو أن هناك دوائر تريد القضاء على الرئيس أمر آخر أن الرئيس لم يلتقي لحد اللحظة إلى حد هذا الصباح من 1 جنوبي 2021 مع الوزراء الوزير الوحيد اللي شافه هو الوزير الأول ومعه وزير المالية اللي حضروا التوقيع لماذا إذن السؤال هذا مهم لماذا تفادى حضار الوزراء هل عندما يحضر الوزراء ويحضر الطاقم الحكومي يصير عدى حضور شنغريحة غير شرعي فتفادوا لأنه لذلك تفادى الناس للآن الرئيس موجود عندهم تفادوا أنه يحضروا هذه الأطراف حتى يكون شنغريحة حاضر إذن عدم استدعاء الوزراء فقط لشرعنة حضور شنغريح لأنه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لا يمكن أن يحضر في مجلس أو في شيء تحضره الحكومة بصفتها حكومة وهو بصفته ماذا ممكن يحضر رئيس مجلس الأمة بصفته الرجل الثاني في الدولة ممكن رئيس المجلس الشعبي الوطني هذا يكون ممكن ولكن رئيس أركان وهو منصب عملياتي يحضر في مثل هذه المناسبات التي هي سياسية هذه تضع علامة استفهام كبيرة إذن ما الصورة نتكلم بمنطق عقلاني بعيدا عن تصفية الحسابات الصورة منذ وصول الرئيس وما قام به توحي أنه تمت استعادته ولم تتم عودته فرق ما بين الاستعادة والعودة العودة لما يكون الرئيس تعافى تماما أنهى كل الأمور وهو الذي قرر العودة ويعود بصفة طبيعية يذهب إلى مكتبه لممارسة مهام لهذه اللحظة لم يظهر الرئيس في مكتبه في رئاسة الجمهورية انزل في مطار بوفاريك أخذه إلى إقامة أخرى التقى مع شينجريحة في مكتب آخر على ما يبدو أنه في أحد الإقامات الرئاسية أو شيء من هذا القبيل إذن ليس في رئاسة الجمهورية وقع قانون المالية في مكان آخر ليس آخر مثلا صور التي حدثت من قبل في آخر بوتفليقة كان يوقعه في القاعة التي كان يجتمع فيها مع الوزراء ويلتقي فيها مع الحكومة ويعقد فيها مجلس الوزراء الرئيس تبون أيضا في مكان ما إذن هل الرئيس عاد إلى دولة هو رئيسها أم تمت استعادته وراهه عند جماعة ويقعدين يخدموا به وفقد حيث لم يعد يظهر إلا وشينجريحة معه هيا أظهره أن على الأقل مرة واحدة وشينجريحة ما يكونش معه ربما بعد هذا البث يفعل هذا أو ربما قبله يظهر الرئيس واحده ما الذي يثبت أن شينجريحة مش وراء الكاميرا ما الذي يثبت لماذا لم يرجع الرئيس إلى مكتبه ما دام تعافى وما دام رجعتوه حقيقة وتعافى وكل شيء لا يرجع شيء لمكتبه هذه نقطة النقطة الثانية طبيعي جدا أن تعمل الدولة حتى لا تتوقف الدولة يجب أن يعود الرئيس ويوقع قانون المالية حتى لا تتعطي المصالح البلاد هذه طبيعي لكن يعود بصفة طبيعية مدام قادر يوقع مدام قادر يوقع ومقادر يسني وقادر يتحرك معلي رجل راه مصابة آب راه تخضع للعلاج نتمنى له الشفاء نتمنى نشوفه وقف على رجلي هذا طبيعي نتمنى له لأي إنسان فضلا أن يكون رئيس للبلد ولكن ولكن الأمر غير ذلك تماما راه رجع بطريقة أخرى استلمه العسكر في بوفريك وهو ما زال عند العسكر يكفي مرافقة شينغريحة معاه لهذه اللحظة لم يقم التلفزيون بتصويره ما هي الشيء ما هو الشيء الذي خافوا أنه يدخلوا صحفيين ولا شيء يصوروا الرئيس الجمهورية حتى لا تتسرب هذه الصورة ما الذي يخفونه كرسي متحرك أنا أكد لكم بأن الرئيس عاد على كرسي متحرك طبيعي ويتحرك بكرسي متحرك ما يقدرش يوقف مدام ما يقدرش يوقف ما يقدرش يمشي كيف رح يمشي يهزوا واحد في حجره يجري به يهزوا ضابط على ظهره إذن يتحركوا في كرسي متحرك مناش خايفين ظهروا على كرسي متحرك لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله